السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى وسهلا بكم كلمة الله يخليك هل يجوز أن تقال أو لا يجوز أن تقال فيه تفصيل إذا قال الله يخليك بمعنى يتركك فهذا دعاء على الشخص تقول الله يخليك يعني الله يتركك من التخلية لكن لما يقيدها الله يخليك لي يعني يتركك لي هذا دعاء له وغالب الناس عندما يقول فلان الله يخليك يريد خليك لي فهذا ما فيها بأس إن شاء الله تعالى أنا هذا غالب مراد الناس عندما يقول الله يخليك يقصد يخليك لي أما إذا أطلقت هكذا الله يخليك يعني يتركك فهذا دعاء عليه فكذا الله يخليك بمعنى لي فهذا دعاء له بالبقاء والسعادة وما شابه ذلك من الأمور وعلى كل حال الكلمة إن شاء الله لا بأس بها والله أعلم ترجمة نانسي قنقر